بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم يا شباب زي ما احنا شايفين كده المهندس عالم المهاردة هيعلمنا إصلاح عطل لمبة البروجيكتور أو الداة شو طبعا هو في الأول بيعمل فولت دايجنوزيس أو تشخيص للعطل من خلال دراسة البردة ومن خلال دراسة اللمبة بتاعت البروجيكتور لأن العطل ده عطل لمبة البروجيكتور على أساس أنه هو يبدأ يقيس الجهد اللي هيدخل يغزي اللمبة ويختبر لمبة البروجيكتور ونشوف دلوقتي هل العطل هيطلع في لمبة البروجيكتور في دايرة الباور في أنهي جزء في البروجيكتور طبعا دي الأدوات اللي احنا بنستخدمها في عملية الاختبار والقياس زي ما انتم شايفين كده في دايرة باور سابلاي بيعمل بيها التست أو اختبار للمبة البروجيكتور خارجية وبيشوف هل العطل داخل اللمبة ولا العطل في دايرة الباور سابلاي الخاص بلمبة البروجيكتور طبعا لو كان العطل زي ما انتم شايفين كده هو ماسك الدايرة بتاعة الباور سابلاي اللي بيعمل بيها التست لللمبة وبيشوف واحدة واحدة داخل لوحة الباور وداخل لوحة الكنترول العطل هيكون من فين طبعا هنا عشان يحل المشكلة في الأول زي ما احنا شايفين بيتم عملية قياسات كتير داخل البرودة في لوحة الباور او في لوحة الكنترول الخاصة بالداتا شو او بالبروجيكتور ومن خلال هذه القراءات والقياسات زي ما احنا شايفين كده هو بيعمل بيعمل تست بالأفو تمام بيزبط سيتنج للأفو على وضع الجهد بحيث ييس الجهد الخاص باللمبة تمام بيدخل على نقاط معينة طبعا هي اللي بتغذي اللمبة داخل البرودة زي ما شايف كده الطرف الموجب والطرف السالب الخاص بالأفو ميتر لازم يكون عندك مخططات تبدأ تدرس طبعا هو الراجل يعني حافظ البرودة تقريبا هو عارف النقاط اللي بتغذي اللمبة الخاصة بالبروجيكتور وبيبدأ يعمل تست على الجهود الموجودة داخل البرودة وطبعا الموضوع بتاع التست ده بياخد وقت انه هو بيشوف هل العيب موجود من الدائرة الدائرة فيها مشكلة ما بيطلعش الجهد المناسب لللمبة ولا العيب في اللمبة نفسها وبيكتشف العطل وبيصلح المشكلة انه هو بيلاقي اللمبة نفسها فيها مشكلة وبيغيرها وبتتحل مشكلة الدات الشوء السلام عليكم